مدرسة على الهواء نبدأ بالتعريفات عندنا تعريفات خاصة بالكلمات الجديدة نشوف مع بعض التابل ده اول كلمة عندنا كلمة استروني يلا كده طالعا كلمة جدا ربيت افتر مي استروني 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 أما حد يقول لي what is meant by astronomy أي المقصود بكلمة astronomy أو the scientific study of the stars and planets scientific study of the stars and planets يعني الدراسة العلمية للنجوم والكواكب كمان عندنا كلمة solar system solar system means the sun and all the planets that move around it solar system اللي هي المجموعة الشمسية again solar system المجموعة الشمسية shooting star shooting star اللي احنا بلعليم نايزك is a piece of rock that moves quickly through space a piece of rock that moves quickly through space عرفنا 3 definitions 3 تعريفات يريد نكتبهم في كراثتنا astronomy is the scientific study of stars and planets solar system the sun and all the planets that move around it shooting star اللي هو النايزك أو الشهب is a piece of rock that moves quickly through space also we have some language nodes عندنا كده language nodes عايزين نعرف الفرق بين كلمة see feel when they are followed by infinitive انفنت الفعل في المصدر see وfeel وهير بيجي بعديهم فعل في المصدر وممكن يجي بعديهم verb plus ing فعل مضاف له ing تب ايه الفرق بينها بين الافعال دي لو جي بعديها فعل في المصدر او جي بعديها verb ومضاف له ing لو جي بعدي في see او feel او here فعل في المصدر معنى كده ان انا شفت او شعرت او ان انا سمعت جزء من الحدث لكن لو جي بعديها ing ده معناه ان انا شفت الحدث كله بحاولها مرة تانية يعني ان لو قلت مثلا i saw احمد play football شفت احمد بيلعب كرة يبقى معنى كده ان انا اتفرقت على الجزء من المطش اللي هو كان بيلعبه لكن لو قلت i saw احمد playing football شفت احمد بيلعب كرة يبقى معنى كده انا شفت المطش كله يبقى انا لو جيبت بعد كلمة see او feel او here لو جيبت بعديها فعل في المصدر يبقى معنى كده ان انا شفت او شعرت او حسيت بجزء من الحدث او سمعت جزء من الحدث لكن لو جيبت بعد ing يبقى معنى كده ان انا عصرت الحدث كله تعالي نشوف مثالين كده لو قلت he can see the boys play football انا شعرت بالارض بتهتزة او بتتحرك يبقى معنى كده حسيت بالهزة كلها طالما اي نجيب الحدث كله يلا نشوف مع بعض بقى language functions عندنا النهاردة asking polite questions ازاي اسأل سؤال بطريقة مهزبة ممكن اقول could you please explain to me كذا كذا اما اطلب من واحد يشرح لي حاجة يعني مثلا انا مش فاهم معنى كلمة solar system مش فاهم معنى كلمة solar system ايه المجموعة الشمسية عايز اطلب من حد يشرح لي اقول له ايه اقول له could you please explain to me what a solar system is يعني ممكن تشرح لي ايه هي solar system دي ايه المجموعة الشمسية دي او ممكن عندنا مثال او بيقول could you please explain to me ممكن تشرح لي why I can't feel the earth turn ليه احنا بنحسش بحركة دوران الارض طب في طريقة تانية برضو ممكن نسأل بيها سؤال مهزب ممكن اقول I wonder if you could tell me what ونكمل السؤال يعني مثلا عندنا مثال بيقول I wonder if you could tell me what a star is made of انا بتساءل اذا كنت انت ممكن تقول لي النجم مصنوع من ايه يبقى مرة تانية يبقى مرة تانية ياريت نتعلم التعبيرات دي when I can't understand or I don't understand something اما كن مش فهم حاجة ممكن اطلب من حد اقوله could you explain to me ممكن تشرح لي واقوله الحاجة اللي هو عايز اشرحه لي او اقول I wonder if you could tell me what واسأل السؤال اللي انا عاوز اسأله يلا نشوف بقى طريقة ثالثة برضو اما اقول I'd like to know if يعني مثلا عندنا جملة بتقول I'd like to know if you like your job اذا الوقت دال انت بتحب وظيفتك اقوله I'd like to know انا احب اعرف يعني ممكن do you think we could يعني مثلا do you think we could come and see the observatory one day ممكن نيجي نشوف المرصد في يوم الايام يبقى الوقت كده كلمنا عن four ways اربع طرق او four expressions to ask polite questions يلا نشوف امثلة عليها السؤال بيجيلي بالشكل لذا بيجي يقول لي write what you'd say in these situations يعني اكتب ما تقوله في المواقف الادئين هيديك موقف معين انت عايز تطلب من حد ان يشرح لك حاجة او يفهمك حاجة زي ما حنشوف دلوقتي مثلا يعني مثلا بيقول لي you want to know if your friend likes his job عايز تعرف اذا كان صاحبك يحب وظيفكو اقول له ايه ممكن اقول له مثلا i'd like to know if you like your job بلاش i'd like to know احنا تعلمنا حاجات تانية ممكن اقول له could you tell me could you tell me او can i ask you about your job ممكن اسألك عن وظيفتك if you like it اذا كنت بتحبها or not ولا لا يبقى مرة تانية دي اكسبريشنز تعبيرات تعالى نشوف مثال تاني لو قال لي you want your teacher انت عايز مدرسك to explain something you don't know يعني انت عايز مدرسك يشرح لك حاجة انت مش عارفة او حاجة انت مش فهمها حتقول ايه للمسطر بتاعك تقول له could you explain something to me ممكن تشرح لي حاجة او ممكن اقول له could you explain ممكن اقول له ممكن اقول له ممكن تشرح لي مثلا what a shooting star is ايه هو shooting star ايه هو الشهب او النايزة دلوقتي بقى هنتكلم على reported speech الغير مباشر وهناخد النوع التاني النهاردة ال questions السؤال ازاي احول question السؤال من مباشر لغير مباشر الحلقة اللي فاتت خدنا statement الجملة الخبرية او ازاي نحول الجملة الخبرية from into reported speech ازاي نحولها الكلام غير مباشر النهاردة هنتعلم ازاي نحول question السؤال الناس اللي متابعة معنا من الحلقة اللي فاتت الخطوات اللي احنا شرحناها كلها هي هيها في حاجات بسيط او اختلاف فرق بسيط قوي حنتعلمها بطريقة سهلة بس ركزوا معا يلا نشوف مع بعض كده لو عندي كلمة said او said to بحولها ال asked i wanted to know i wondered asked اللي سألة i wanted to know اراد ان يعرف i wondered تساءلة تاني خطوة بيقول لي use if او question word يعني اربط ب if او اداة الاستفهام يبقى اول حاجة نتعلم مع بعض كده احنا ساعة الجملة الخبرية المرة اللي فاتت كنا بنقول بنحول said to ليه؟ فكرني كده انا قلت لك المرة فاتت بنحولها ل told النهاردة لأ النهاردة ده سؤال بحولها ال asked اللي asked يعني i wanted to know i wondered تاني حاجة بنستخدم بنربط ب if او ال christian word اداة الاستفهام وممكن بدل if اجيب كلمة تانية اسمها هكتبها لك برضو كلمة weather weather w h e t h e r وناخد بالنا ان فيه فرق كبير او بينها وبين كلمة weather اللي هي التاكس دي weather اللي هي التاكس لكن دي weather اللي انا بربط بيها بمعنى اذا او اذا كان اوكي يبقى تاني خطو قال لي use if او question word يعني اربط ب if او اداة الاستفهام طب بعد كده بنعمل ايه تاني نشوف معه بعد كده change pronouns غير الضبائر ودي تعلمناها المرة اللي فاتت بس برضو هيدهالكو تاني لو عندي i او u بحولها لهي او شي طبعا هي لو ولد وشي لو بنت my او your his او hair we بحولها لزي us our احولها there us احولها them يبقى دي pronounce الضمائر تحويل الضمائر دي الخطوة التالتة اوكي طب نشوف ايه تاني حيطلب مني ايه تاني بعد كده ده التابل بتاع تحويل الازمنة لو عندي present symbol مضارع بسيط بخليه past symbol ماضي بسيط present continuous مضارع مستمر وانا مش عايزك تقول بلسانك وانت مش فاهم او ما انتش فاكر اصلا المدارع المستمر ده اللي هو ايه present continuous ده اللي هو am is are plus verb and ing بحوله past continuous ما دي مستمر اللي هو was aware plus verb and ing يعني يعتبر اللي بتتحول am is are بتحولها was aware انا مش عايز اقول التابل الجدول ده مش عايزك تنقله بس لا انا عايزك تبقى عارف انت بتقول ايه يعني ما تقوليش present continuous بخليه past وانت اصلا مش عارف يعني ايه present continuous يعني ايه past continuous present perfect الزمن التالت present perfect المضارع التام ده اللي هو بيكون من have او has plus past participle التصريف التالت بخليه past perfect model time وده بيتكون من have زالت تصريف التالت past simple model model بسيط ممكن اخليه زي ما هو او احوله past perfect model time past continuous model مستمر بيفضل زي ما هو برضو past continuous well احولها the word وكان احولها the code شفنا table الجدول ده جدول جميل زريف كده وعلى فكرة خدناه المرة اللي فاتت واحنا بنحاول statement الجملة الخبرية بس انا النهاردة عايز ااكد عليك كل الخطوات دي بنعوذها تاني بزيادة حاجة بسيطة اولا تعال نشوف جملة زي دي مثلا بيقول لي have you ever been to look sir mona said aya بيقول انت روحتي قبل كده اللي قالت الكلام ده مين اايا نحاولها ازاي هنبدأ بالشخص اللي بتتكلم مين اللي بتتكلم هنا اللي بتتكلم هنا اااااا ولا ما لا دا ايا اية ايا هي اللي بتسألiğ것 ابدأ بايا اقول اية نشوف ما بعد كده ايا است منة سألت مونة إذا كانت قبل كده راحت اللي أسر طيب أنا عايز بس أكتب لكم حاجة كده قاعدة صغيرة بسيطة علشان خاطر الموضوع يثبت في دماغنا حكاية تحولي السؤال في نازل تولي عليه صعب شوية بس أنا حنتسهله كده بطريقة بسيطة عم أول حاجة لازم نتعلمها إن أنا في السؤال الريبورت تثبيتش الغير مباشر المفروض أبدأ بالسبيكر السبيكر ده اللي هو المتحدث الشخص اللي بيتكلم طب بعد منها بجيب إيه بجيب كلمة أسكت اللي سألة تمام أسكت أو وندرد أو أي كلمة بتدل على الاستفهام بعدها بجيب الأدرسي أو نقول عليه أبجيكت المفعول لشان كلمة أدرسي صعبة عليكو شوية أبجيكت ده المفعول اللي هو الشخص اللي أنا بكلمه بعدها بنربط بـ F أو الـ Question Word اللي هي أداة الاستفهام طيب بعد كده بنجيب Subject فاعل Plus Past Verb يعني فاعل في الماضي على فكرة الرول اللي أنا كاتبها دي يعني هي قاعدة في سطر كده بس أنا بحب أكتبها بتسهل علينا الدنيا يعني بمعنى إيه؟ يعني أنت وأنت بتحل طبق الكلام ده على اللي أنا كاتبه ده هتبدأ بالمتحدث الشخص اللي بيتكلم اللي سبيكر بعدها تجيب كلمة أسكت اللي هي سألة وبعدين Object المخاطب اللي هو الشخص بيوجه له الكلام بنربط بـ F أو Question Word أداة استفهام وبعدها بجيب Subject فاعل وبعدين Past Verb فاعل في الماضي طيب عايزين نطبق الكلام ده مستر عشان نفهمه حديك جملة وحوريك إن الخطوات دي إحنا حلناها لو أنا مش موجودة خطوة من القاعدة دي يبقى إحنا كده غلطنا تعال نشوف مع بعض لو قلت لك مثلا سامي سد تونبيل قال لنبيل where where are you going إنت رايح فين بيقوله أين تذهب سامي سد بنبيل قال لنبيل where are you going إلى أين تذهب أو إنت رايح فين طيب هو طلب مني هنا إن أنا أستخدم كلمة أست أوكي يلا بقى أنا عايزكم تقول معايا بالراحة كلمة أحنا قلنا سد هنحولها لإيه تمام هنحولها لأسكت يبقى نقول سامي أسكت سال مين نبيل يبقى سامي أست نبيل طيب بعد كده بنربط بإف أو أداة استفهام طيب أنا عندي هنا في أداة استفهام where خلاص هربط بيها يبقى سامي أست نبيل where ما نننساش طبعا إن إحنا بنشيل الأخواز دي خلاص يبقى ربطنا بأداة استفهام where بعدها قلت لك بنجيب فاعل الفاعل هنا عندي you you حاولها لإيه نبيل دا ولد يبقى حاولها لإيه أبصوا على زمن الجملة هلاقي are going are going دا مدارع مستمر لسه لم أوريك جدول من شوية قلت لك المدارع المستمر بتحوله الماضي مستمر there was aware والverb مضاف له ing يبقى where he was going يبقى الإجابة sami asked نبيل سأل نبيل where he was going طيب تعالوا بقى حواريكوا تاني القاعدة اللي أنا قلتها شوف كده الكلام مظبوط ولا لا أنا قلت أول حاجة نبصوا مع بعض كده بنبدأ باللي سبيكر المتحدث المتحدث هنا sami تمام بعدها بجيب كلمة asked هدي set to حولناها asked طيب وبعدها object المفعول المفعول هنا نبيل بعدها بجيب if أو question word أداة الاستفهام هدي أداة الاستفهام اللي هي where بعدها بجيب subject الفاعل الفاعل هنا جيبته لي هي وبعدين بعد كده بنجيب past verb فاعل في الماضي كلمة was going ده ماضي مستمر يبقى أنا كده حلت صح يبقى أنا لو مشيت بالقاعدة اللي أنا قلتها لك دي طبقتها على أي جملة بتحلها شوف نفسك ماشي إزاي وفي الأول كده هتلاقي يعني طبق القاعدة دي وبعد كده هتحل لوحدك من غير ما تبص فيها خالص طيب تعالي نشوف كده مثال تاني عندي جملة بتقول سامي ستو أحمد بيقول لأحمد what's your favorite subject إيه هي مادتك المفضلة عايز أستخدم سامي أست أحمد سامي سأل أحمد طيب دي من الجمل اللي بتبقى أحيانا صعبة شوية بس يمشي معايا خطوة خطوة كده بالرحم هنقول سامي أست أحمد هنربط بعدات الاسفهام اللي هي إيه تمام what طب أنا محتاج بعديها فاعل أقول إيه الإجابة يا طرح على فكرة جملة دي بنسمع فاق أجبات غريبة قوي يعني واحد هيروح قايل his was favorite job لأ غلط واحد تاني هيقول his favorite was subject برضو غلط أما للإجابة هتبقى يا مستر هنشوف مع بعض الإجابة الإجابة هتبقى سامي أست أحمد what his favorite subject was إزاي يجيب واس في آخر الجملة كده الناس بتستهرب قوي مفيش مشكلة خالص هي كل الحكاية إن الفاعل بتاعي your favorite subject دي كلها على بعضها فاعل فحخليها his favorite subject على بعضها و his في الآخر هخليها واس بس يعني الفاعل بتاع الجملة هنا هو his بس مفيش غيره والفاعل your favorite subject احنا قلنا إننا هنبدل بحول السؤال لجملة خبرية يعني لازم أجيب الفاعل وبعد منه الفاعل في الماضي يبقى your favorite subject هاتها على بعضها تبقى his favorite subject و his في الآخر هتخليها was تمام كده دي لو أنت حليت النوعية دي بالذات من الجمل اعرف إن انت فهمت الدرس ده كويس تبالي حديك واحد أشبهها كده واشوفك هتعرف تحلها ولا لأ أنا بهمني قوي يعني دي أصعب نوع فيهم أو أصعب جمل فيهم يعني أنا قلت لك مثلا مين المطرب المنفضل عندك تمام راح قايل لي هنا على طول استخدم نشوف قال لي إيه قال لي مثلا استخدم آية asked runner سألت رانا يلا كده آية asked runner آية سألت مين سألت رانا عايزين نفكر كده بالراحة ما تستعجلش امشي بالخطوات اللي أنا قلتها ومعاك قاعدة كده صغيرة هتساعدك هنبدأ نقول آية تمام asked runner سألت رانا طيب أنا عايز أربط هنا هربط بإف ولا أداة تستفهم أنا عندي أداة تستفهم هو خلاص مش محتاج أجيب إف يبقى هو بصوا كده معاه فوق كلمة يور دي كلها على بعضها دي كلها فاعل يور هنا هي بتكلم بنت فهتبقى هير هو هير فيفريت سينجر ووز مين هو المطرب المفضل بتاعه يبقى آية هير فيفريت سينجر ووز هتقول لي ينفع يا مستر يوري فاخر الجملة كده يلا نكمل كده مع بعض عندنا جملة بتقول he said to me he said to me said to me يعني قال لي يبقى معنى كده خلوا بالكم ان الضمائر مش هتتحول لهي أو شي المرة دي he said to me can you help me قال لي ممكن تساعدني عايز سينجر واندرد بتقول لي انت رايح فين دلوقتي هنشوف هو طالب مني استخدم wanted to know wanted to know يعني ارادت ان تعرف يبقى she wanted to know where I was going then برضو كلمة مي مش هقولها زي الجملة اللي قابليها كلمة wondered I wanted to know مش هنجيب بعديها الابجكت المفعول يبقى هو اراد ان يعرف اقول she wanted to know where I was going then طيب برضو القاعدة ارجع كده دايما للقاعدة اللي انا قلتها لك انا قلت لك في الاول اكتبها عندك وصدقني هتحتاجها كل ما تيجي تحل الجملة لو انت شاكك ارجع لها انا قلت اول حاجة بنجيب الفاعل وبعدها بجيب wanted to know او ask او اي كلمة بدولها للسفان وطبعا هنا مش هبقى فيه مخاطر طبعا هنربط بwhere هجيب فاعل هنا I لانه طبعا بتسألني انا are going ده مدارع مستمر هتبقى was going وكلمة now وانت واخدين من الحلقة اللي فاتت المرة فاتت قولنا انها بتتحول لthen choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة احنا طبعا بنحب ان نوع لكم في الاسئلة اللي بنقدمها على شاء خاطر نتضرب على مختلف الاسئلة حتى النهاردة ان شاء الله هههههههههههههههههه لاننا بقى لنا فاترة ما خمناش ايめيل سؤال multiple choice textures ما ننساش نوعه بتعلق بالفكاب بالتعبارات اللي احنا قلناها وكمان بالجرامر نشوف اول نقطة بتقول ايه بالراحة كده فكر بالراحة وهقول لك على حاجة دايما مختلف الاسئلة اهم حاجة فيها ان انت تجيب فاعل وبعد منه فعل الماضي انا بقولها هوت وبعدها كتير لان دي الحاجة اللي احنا بنغلط فيها رانا استريم اف شي هو خلاص رابط باف وجاب شي انا محتاج فعل الماضي هنا بقى هزمت ماضي هادمت والميت وودميت طب انت عندك الاربع اختيارات فيهم اتنين ماضي ينفع اقول عليهم ماضي اللي هي بي ودي ليه هادمت وودميت طب يا مستر هو جاب الاتنين في الماضي اختار انا ايه بقى بص على الجملة فوق هتلاقي كلمة the night before the night before دي يعني الليلة السابقة the night before دي اصلها كانت ايه شوفوا الجملة اصلها في المباشر كانت ايه يعني عايز اكتب لك انا الجملة دي برضو عشان خاطر الناس اللي بتطلبت بقاش عارف يختار انا حاجة في الماضي الجملة دي كان اصلها رانا قالت لريم هل انت شفت ايه او قابلت ايه الليلة اللي فاتت ده الكلام اللي هي قالت اهو بن قصيل هي بتقول لها did you see aya او did you meet aya عشان بص الجملة بكتوب فيها كلمة met فهنخلاها meet زي ما هو كتبها did you meet aya last night طب اما نجي نحولها نقول ايه حروق ايه بالراحة قول معايا بقى كلمة كلمة كده بالراحة رانا set you هنحولها لايه الاسكت سألت مين ريم نربط بif او whether ادي اف الفاعل عندك you هتحولها لايه depend تبقى she طيب بصوا بقى عندك did ودي كلمة meet did معنى كده ان الجملة في الماضي البسيط الماضي البسيط بنحوله لايه بنحوله الماضي تام if she had met كده بقت ماضي تام if she had met aya و last night انا اقول لك المرة اللي فاتت انها بتتحول ل the night before اوكي يبقى run a a stream دي الاجابة if she had met aya the night before يبقى انت لو رجعت الجملة الاصلها في المباشر هتفهمها بمنتهى السؤولة يبقى run a a stream if she had met aya the night before يبقى بمنتهى السهولة احنا هنا هنبصوا مع بعض على الشاشة هنختار كلمة had met run a a stream if she had met aya the night before نبصوا مع بعض على الشاشة كده اوكي had met our dot system includes the sun and sun planets عايز اقول المجموعة الشمسية بتجتمل على الشمس ومجموعة من الكواكب solar, lunar, sunny or moon على فكرة كلمة lunar اللي هي كوموري يعني انا لو قلت solar eclipse ده الكسوف الشمسي او كسوف الشمس لو قلت lunar eclipse ده خسوف الامر انا عايز اقول مجموعة الشمسية our yes excellent our solar system our solar system includes the sun and some planets I asked علي not he ate his breakfast that if two and not two انا سألت علي اذا كان هو كان الفطر بتاعه هنربط بيه طبعا ده سؤال وما فيش اداة استفهام سألت انا بسأله بس اذا كان فطر ولا لا يعني هنا مش محتاج اداة استفهام هنربط بيه تمام نربط بif يبقى I asked علي if he ate his breakfast if a weather طبعا وردة asked me how long dots you to get to school it took it takes does it take ولا takes طيب نفكر وما تستعقلش انا متأكد ان فيه ناس دلوقتي استعجلت وراح قايل it took لا غلط طب ليه يا مستر ما انتعملت قلنا فاعل وفاعل ماضي بس المرة دي الجملة دي لو انت بسيت هتلاقي فيه اقواس يعني معنى كده ان الجملة لسه مباشر يعني متحولتش اصلا طالما الجملة متحولتش حتبقى سؤال عادي جدا في المدارع البسيط يعني الاجابة تبقى اين بصوا مع بعض كده على الاختيارات it took ولا it takes does it take ولا takes طبعا تبقى الاجابة does it take لانا دا سؤال مباشر اصلا انا لسه محولتوش لجر مباشر how long does it take you to go to school the dots is a building from which scientists watch stars observatory lab class or beach طبعا المفروض هنا المرصد يعني observatory he asked why dots to work for their company do i want had i wanted did i want or i wanted نبص كده في الاختيارات he asked me he asked why dots to work for the company سأل ليه انا عايز اشتغل عندهم في الشركة التاج هقول do i want انا قلتلك هجيب طالما الجملة غير مباشر هجيب فاعل وفاعل ماضي اختارلي من الاختيارات القدامك دي كده فاعل وبعد منه فاعل ماضي طب بصوا على الاختيار الاول do هي دو فاعل لا مش فاعل يبقى غلط الاختيار b had had فاعل لا مش فاعل يبقى برضو غلط did i want did فاعل برضو مش فاعل اما الاختيار هجيب i wanted يبقى فاعل وبعد ايها فاعل ماضي he asked why i wanted to work for their company shooting stars are burning pieces of rock يعني اجزاء من الصخور محترقة كلمة burning يعني مشتعلة the dots before falling onto the earth ايضا انها بتختفي قبل ما تنزل لنا على الارض look disappear freeze or fill طبعا كلكا عارفين اللي جابة كلمة يختفي اللي هي disappear shooting stars اللي هي shooting stars are burning pieces of rock that disappear before falling onto the earth a man asked her friend if she dots the next day is traveling will travel would travel has traveled انت لو متابر معنا من اول الحلقة سداني المفورد اي جملة ما بقولها دوت لا بمنتهى سهولة انا قلتلك قاعدة في سطر واحد وقلتلك حتى تركز على ايه فيها فاخرها انا عايز فاعل وفاعل ماضي لان طالما الجملة في اول لها asked او wanted to know او wondered او اي حاجة كلمة بتدل على الاستفاهم في الماضي يبقى انا محتاج في الاخر فاعل زيت فاعل ماضي هنا عندي شي عايز اجيب بعدها فاعل ماضي بص الاختيارات اللي قدامك كده is traveling will travel would travel ولا has traveled هي واحدة بس اللي في الماضي فيهم ايه يا ترى تمام would travel طبعا الجملة دي future مستقبل يعني هي كانت well وفيه كمان كلمة tomorrow حولنا well لوود وتومورو متحولة اصلا فوق الكلمة زينيكست دي لان الجملة دي reported question سؤال غير مباشي ري رايت يلا نشو بقى اسئلة ري رايت على الجزئية بتاعت report speech the officer said الزابط بيقول where did the accident happen بيقول الحادثة حصلت فيه wanted to know عايز يعرف عايز اقول الزابط يريد عايز يعرف اين وقعت الحادثة نقولها ازاي نقول the officer wanted to know where the accident had happened انت جبت had لي يا مستر عشان خاطر قدامك كلمة dead ده باست سيمبل ماضي بسيط بتيجي في السؤال بتاع الماضي البسيط يبقى انا هحشلها واحول happen لماضي تام يبقى had happened منتهى سهولة وبرضو بدأنا نفس الكلام بدأنا بالمتحدث وجبنا بعدها كلمة الاستفهام لي wanted to know ربطنا بwhere هنا مفيش محاطب وبعدين فاعل اللي هي كلمة the accident وبعدها فاعل ماضي انا من اول الحالة عمال اكد عليها فاعل وفاعل ماضي the accident had happened نشوف سؤال تاني حنين ستوا ايمان قالت الايمان are you preparing for your first day party بتقول الايمان انت بتجهز الحفلة عيد ميلادك عايز استخدم weather او if طبعا عشان مفيش انا استفهام فاعل اكيد حربت بwhether او if اللي هي شوف مع بعض اللي قالة حنين asked ايمان whether she was preparing for her first day party whether she was preparing for her first day party يعني اذا كانت هي بتجهز لحفلة عيد ميلادك اوكي haven't you finished your project i said to my sister بقول لأختي انت مخلصتش المشروع بتاعك عايز استردم hadn't طب انا عايز بقى حاستنى بنراحة كده معاكم واحدة 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 وقول كلمة كلمة كده معي وفخر الجملة بيقول i said to my sister ستوا هنحاولها الايه asked او asked يبقى اقول i asked my sister طب نربط بيه فيه اعداد السفام قدامك لا مفيش يبقى نربط بif تمام يبقى نقول i asked my sister if طب you مش اختي دي بنت يبقى احاولها لشي haven't finished مدارع تام يبقى احاولها الماضي تام تبقى hadn't finished your تحاولها الhair يبقى الاجابة كلها على بعضها نشوفها i asked my sister if she hadn't finished her project سألت اختي اذا كانت هي لسه ما خلصتش المشروع بتاعها انا في المباشر وغير المباشر بتعمد ان انا اشتغل بالراحة وعايزك انت راها تشتغل بالراحة في الاول كده لان ممكن يقبلك ضمير زي يور ده تنساها تروح كاتب your project زي ما هي لا انا عايزك تمشي كلمة كلمة قبلك pronoun ضمير تحاوله قبلك جملة في present perfect المدارع التامي يبقى معروف ان انت هتحاولها past perfect ماضي تام يبقى تتأنف الاول كده وتمشي بالقاعدة اللي احنا قلنا عليها علشان تعرف تشتغل طيب عندي جملة تانية بتقول سامي asked علي سأل علي will you lend me your dictionary if i don't find mine واحد هيقولي يا مستر انت بتجيب ليها جمل طويلة وصعبة انا بنوع يعني بنجيب الجمل السهلة والصعبة الجمل اللي بفيها ضمائر كتير عشان خاطر عايز اتدربك على كله قبلك اي حاجة من الحاجات ترى افتحلها بسهول طيب عايزنا استخدم ايه عايز استخدم كلمة wondered نقول ايه يا ترى نقول سامي wondered if علي انت اجبت علي دي منين يا مستر اه ما هو بيسأل علي بس كلمة wondered ما ينفعش اقول سامي wondered علي انا ممكن اقول سامي asked علي سأل علي اللي هو طالب كلمة wondered هقول سامي wondered وما بيجيش بعدها المخاطب يبقى سامي wondered if علي يعني تساءل اذا كان علي عشان هو بيتكلم عن علي اصلا يبقى سامي wondered if علي would lend him his dictionary if he didn't find his طب his ايه الاخرى اللي جاي في الاخر دي يا مستر كلمة mine حولها ال his يعني معنى الجملة كده سامي تساءل اذا كان علي ممكن يسلفه قموسه اذا كان اذا هو فقد القموس بتاعه اوكي انا عارف انها ممكن تبقى صعبة شوية عشان فقد ضمائر كتير بس لازم نتضرب على كله لازم نتضرب احيانا بيشوف ناس كتير قوي بيقابلهم ضمير في نص الجملة بيروحوا كاتبينه زي ما بياخدوش بالهم لا ده نبقى لازم ابقى عناي فوستراسي واخد بالي الجملة مكتوبة ازاي هو هنا كاتب لي يبقى حولها ال he طب كاتب لي كلمة mine يبقى mine ده ضمير ملكي بتاعه انا يبقى انا هقوله اذا كان هو فقد قموسه بتاعه هو يبقى his email writing الايميل انا من فترة كنا قلنا ان احنا عايزين نتضرب على skills المهارات عندنا writing skills مهارة الكتابة من ضمنها how to write an email and how to write a paragraph ازاي نكتب email وازاي نكتب paragraph والنهاردة الحمدلله عندنا وقت كويس في الحلقة بحيث نقدر نناقش مع بعض how to write an email ال email طبعا سؤال مهم عليه سبع درجات مطلوب مني بيطلب مني في الامتحان انا اكتب email عن موضوع نركز اكتر على الموضوعات اللي عندنا في كتاب المدرسة في rules كواعد لكتابة ال email تعالي نشوف مع بعض كده في حاجة اسمها lay out تنسيق ال email ببدأ بكلمة from من وبكتب your email address بكتب emailك انت يعني ال email اللي هو مدهولك طب هو مش مديني email يا مستر مدانيش email اكتب اي email وخلاص او اكتب اسمك حتى بس مش اسمك الحقيقي طبعا الاسم اللي هو مدهولك two الخطوة بتاع two الى بكتب your friends email address email الشخص اللي انت بتبعت له الخطوة الثالثة subject الموضوع بعمل عنوان للموضوع او ممكن اكتبها about وارخ كاتب اي عنوان بقى whatever اي عنوان على حسب الموضوع اللي انا هتكلم فيه سواء كان invitation دعوة لنفرض ان اقال لي مثلا اكتب موضوع عن reading القراءة a visit to do زيارة لحديقة الحيوان اكتب مثلا عن solar system المجموعة الشمسية اي حاجة من الموضوعات العامة دي طالب مين ان اكتب عنها بعملها كعنوان بعد كده ببدأ بكلمة dir وابكتب اسم الشخص اللي انا بعيت له دير احمد دير مونا دير ايا على حسب الاسم اللي هو عايزنا بعت له بعد كده البادي ده اللي هو موضوع القلب الخطاب او موضوع الخطاب في البادي ده بقى بشوف بتكلم عن الموضوع اللي هو عايزنا تكلم عنه بكتب جمل ناخد بالنا فيه حاجات معاينة كده لازم اخد بالي منها انها لازم ابدأ كل جملة بكابتال لتر بدأ بحرف كابتال وبنهيها بفول ستوب لازم نحافظ على التنس زمن الجملة يعني ناخد بالنا كده وبعد لو احيانا بيقول اتكلم مثلا عن زيارة الاسوان يبقى معروف ان انا هعمل في البادي ده جمل في الباست في الماضي يعني هقول اي وينت تو اسوان لاست بيك مثلا روحت الاسبوع اللي فات اي وينت وز ماي فاميلي روحت مع اسرتي وي وينت باي ترين روحنا بالاتري مثلا يبقى لازم انا بتكلم عن زيارة قمتي بها المكان يبقى اكيد الجمل هتبقى في الماضي جاء قال لي تكلم مثلا عن ريدنج القراءة اكيد الجمل هتبقى في المدارع البسيط باخد بالي في اخر كل جملة برضو بحط فلسطوب نقطة وبرضو يفضل ان انا في اول الايميل او في اول ان انا بسيب حتة صغيرة خالص ادعو له تسبوع كده في اول سطح فاخر الايميل بقى بكتب مثلا او فاخر اذا كان اذا كان اذا بكتب يعني مع حبي او تحياتي وممكن اقول يعني لو سمحت اكتب لي بسرعة رد علي بسرعة واروح قايل كلمة واكتب اسمي تحت بمضي باسمي تحت طبعا مش اسم الحقيقي بعضه بأكد الاسم اللي هو بيدهولي ده تنسيق الايميل زم انا موريه لكم قدامكم على الشاشة كده بالزبط المفروض يعني انا حتى اعمل لك كل حاجة في مكانها يعني كلمة from بتبقى في الحتة دي to في نفس المكان ده كل حاجة في مكانها بالزبط تعاني شوف كده مع بعض نموذج لسؤال ايميل اللي في كتاب المدرسة هتعرف تكتب ده معلومات عامة يعني مش الحكاية من الصعبة ولا حاجة لازم تبقى عارف يعني ايه شوتنج ستار اللي هو الشوهب لازم تبقى عارف يعني ايه سولار سيستم مجموعة الشمسية ستار نجم يعني ايه بلانت كوكب يعني ايه اما اوار سولار سيستم المجموعة الشمسية او استرونومي اوكي طب بيقولك يور نيم السامي اسمك سامي and your email address is sami at school.com ده الاميل بتاعك sami at school.com اوكي تعالي شوف بقى الاميل بتاعنا حللات ازاي انا هكتب عن ايه هكتبلكو عن سولار سيستم المجموعة الشمسية from sami at school.com to علي at school.com انت جبت علي دي من انه هو مادلش اسم الشخص اللي هبعته فانا هكتبها علي وخلاص اوكي بعد كده subject الموضوع our solar system المجموعة الشمسية اللي هي المجموعة الشمسية بعد كده بدأت قلت دير عالي عزيزي عالي ونشوف مع بعض الاميل كتبناها ازاي قلت له هاواريو كيف حالك I hope you're well دي مقدمة في الاول كده قلت له انا قرأت كتاب عن المجموعة الشمسية عن المجموعة الشمسية ثلاثة من الكواكب أصغر من الكواكب كوكب الأرض كوكبين بس في المجموعة الشمسية لا يوجد أي مجموعة الشمسية لاحظوا ان الايميل نصقنا الجمل بتاعتنا بشكل ان احنا بدأنا بكابتال لتر وحطينا في الاخر النهاردة انا ساعدت بلقائكم جدا ان انا نقشتي معاكم النهاردة شوفنا الجرامر شوفنا الفكاب بسوفنا الانجوجي فونكشن اتعلمنا how to change sentences او questions into reports ازاي حول السؤال بغير مباشر فحلقتنا الجاية ان شاء الله حنتضرب اكتر واكتر على الموضوع ده شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة